محمد VI لقد قام الملك محمد السادس بعسرانة وتحديث المغرب فحصيلة سنوات حكمه تبدو واضحة خصوصا بالنسبة لمن أتيحت لهم فرصة زيارة المغرب قبل عشرين أو ثلاثين سنة وزيارته اليوم فالفرق يبدو جليا بفضل اهتمام العاهل المغربي بتحديث بلاده شمالا وجنوبا وأيضا عبر اتخاذ قرارات استراتيجية مثل تقديم النموذج السنووي الجديد لوضع حد للامساوات التي تعد واحدة من المعادلات الكبرى التي يعاني منها المغرب مع الإشادة بقدرة المغرب على تشخيص مشاكله من أجل وضع حلول لها بالإضافة إلى تدبير المملكة المثالي لأزمة وباء كورونا مقارنة مع بلدان أخرى انطلاقا من التنمية الاقتصادية والاشتماعية يمكن تشديد على الاستثمار في الصناعة خصوصا بشمال المغرب وتحديدا بمدينة طنجة عبر صناعة السيارات وأذكر أيضا مدينة الدار البيضاء باعتبارها مركزا اقتصاديا وماليا والرباط باعتبارها عاصمة ثقافية وسياسية للمملكة ومراكشا باعتبارها مركزا للجذوي السياحي وكلها تعكس صورة عصري للمغرب ولن نخفل هنا التأكيد على الاستثمارات المنجزة في قطاعات حيوية مثل التاقل المتجددة وهذا يقودني للحديث عن ضرورة التعاون بين المغرب وإسبانيا فمحطة نور التي تم تشهيدها على مراحل والتي انطلق العمل بها بورزازات هي مثال للعلاقات بين البلدين الجارين الذين تجمعهما مصالح استراتيجية ومشتركة وبعيدا عن أي أزمات محتملة فهم قادران على التفاهم وما قام به العهل المغربي فيما يخص دمان الاستقرار السياسي يعد حسب وجهة نظري جوهريا إذ يجب أن السوعب أن استقرار المغرب وشمال إفريقيا يمثل استقرارا للقارة الأوروبية برمتها لقد نجح العهل المغربي في وضع الإصلاحات الضرورية ويمكن القول إن الأمر يتعلق أيضا باستقرار العالم لقد نجح العهل المغربي في وضع الإصلاحات الضرورية سنة 2011 عند مشحة العالم العربي احتجاجات معرفة بالرابع العربي والتي عرف المغرب أنذاك كيف يوجهها صوب إصلاحات من دون أعمال عنف مثل ما حصل في بلدان أخرى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر